على مدار أسبوع كامل مصر استضافت بطولة كأس العالم للخماس الحديث تنظيم كان مشرف ومتميز ومن ناحية تانية كمان قدرنا أننا نحقق مراكز متقدمة جدا ونحتال الصدر وده العادي اللي احنا متعودين عليه من ولدنا صحيحة بس أنت يمكن أن نشوف أبطال كتير ومواهب كتيرة بيطلعون من خلال هذه البطولات أو يعني هذه الاستضافات اللي بتستضفها مصر لبطولات عالمية من بين الأبطال اللي قدروا اللي هم يحصلوا على مراكز متقدمة ضفتنا النهاردة ملك إسماعيل الحاصل على المركز الخامس في البطولة بعد تقلقها وحصادها لمجموعة كبيرة من النقاط خلونا نرحب بيها ونقول لها ألف مبروك ألف مبروك يا ملك مبروك مرسي ملك يعني بيقولوا صاحب بلين كداب وصاحب ثلاثة منافق بيقولوا كده طول عمرنا يعني نسمع ده اللي عنده خمس يبقى عنده خمس ألعاب مختلفة عايزة تتمراني فيهم وتعملي فيهم وتجمعين نقط فيهم والحاجات دي كلها سباحة ورماية وجاري وشيش وإيه كبان وفروسية كل ده انت محتاجة تبقي بيرفكت فيه عشان تقدري انك تحصودي مركز من المراكز دي وتجمعي نقطة تحكي لنا عن المنافسة وكيف تركزي في كل ده أولا مش تبقى بيرفكت في كل حاجة يعني أنا ممكن مثلا نبقى 70-80% في كل حاجة ده هيخليني بس الفكراً مبقاش عندي حاجة واقعة قوي يعني لو حاجة واقعة قوي هبقى بعيد شوية فلما يكون كله فوق المتوسط كده دي تبقى أحسن حاجة طبعاً يعني هي حاجة مسلية الصراحة يعني أحسن من اللعبة واحدة بحاجة مسلية أكتر طبعاً حاجة صعبة ما فيش وقت خالص لخمس ألعاب يعني والبطولة عمتاً يعني استعداداتها كانت كان في بطولة في الماغر من شهر أو حاجة ساعتها جبت فيها برونز لكن هي يعني هي اسمها بطولة الماغر المفتوحة نعم هي كانت أسهل طبعاً من بطولة دي بي كثير لكن ليه بقى؟ هي بطولة بتتلعب في الماغر الماغر هي اللي بتتعب بتنظمها ليه أسهل من البطولة اللي انت لعتيها دلوقت؟ عشان مش كل الدور بتشارك فيها غير ان بتبقوا مجاريين كثير هما اللي بيشاركوا فيها انت بقى هي منافسة مجارية يعني؟ أسهل من حيث المنافسة أوه أسهل من حيث المنافسة إيه التحديات اللي واجهتك بقى في البطولة دي؟ يعني احنا بنتكلم على بطولة العالم الخمافي الحديث اللي نظمت في مصر تحديداً وانتي بتقولي انها منافستها كانت أصعب إيه التحديات اللي قابلتك وواجهتها إزاي؟ يعني صعب 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 بس يعني كل حتة كنت بعديها كنت تتحدي كده 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 ؟ وانتي عما بدأت البطولة وبدأت البطولة إيه كانت أصعب حاجة بالنسبالك؟ شايفاً ده بالنسبالي صعب ولو أنا اكتسته أنا كده خلاص بعيد في المنطقة الأمان زي ما بيقولوا هو أنا من أول الصراح بالبطولل لو أنا كنت ألقانا شوي أنا لعبت البطولة دي سنة الفاتت وتلعت مركز11 بس كانت سنة الفاتت أول سنة بعد الالويمبيكس والناس الجامدة مريحة وكذا فكانت يعني منظرها ما يخدش السنازة كان منظرها يخد اكتر بعد الكواليفيكيشن لقيت ان انا دخلت السمي فاينرز مستريحة عادي بدأت اطمن شوية بعد كذا لعبت السلاح لقيت نفسي لعبت السلاح حلو كويس برضو فكانت الحمد لله الدنيا مستهلالي حمد لله نحن عندنا على فكرة ابطال كويسين قوي في الشيش يعني عندنا مصريين بنات يلعبوا كويس قوي الشيش فانا حاسة المنافسة شوية ممكن تبقى صعبة لو عايزة اسألك عن الاصعب جنسية يمكن لعبتها واصعب لعبة مش شازن جنسية كانت مين وكان ايه الصعب وكتفاهم في اللعبة ايه لا انا باسأل لا انا بتسألك انا مش بلاعب حد غير في السلاح يعني هو في الفروسية كل واحد بيركب حصونه بالحصون والجاري والرمية والسباحة نفس الحاجة فهي السلاح مين فيهم كانوا عدد النقاط بتاعتها مقلقاكي شوية هو انا مكنتش متوقع اصلا حقيقي انا اجيب خامس ومكنتش اصلا انا من حد انا كنت اتهلت للفاينلز وقلت الحمدلله على كده انا خاص عملت اللي علي ربنا يسهل بقى الباقي بس كان في السلاح كان مركزي كويس بعد الفروسية برضو كان مركزي كويس ومكنتش مركزة قوي في الموضوع فما كنتش مركزة مع حد انها مثلا مقلقني او حاكة يعني هي جات على الله كده الحمدلله الحمدلله دايما اللي بيسيبها لربنا كده بتتعدي بس خلينا نفهم السادة المشاهدين ايه هو الخمات الحديث يعني احنا بنتكلم على لعبة فيها خمس ألعاب يمكن زي ما قالت بسانت بنتكلم على شيش بنتكلم على فروسية بنتكلم على سباحة بنتكلم على رماية وجارية ايه النقاط دي بتجمعيها ازاي؟ يعني اي لعبة فردية اللي بيحقق فيها مركز او بيحقق فيها الرقم بتاعه وخلص كده انا خدت المدرية ومشيه مبروك لكن انت لازم يكوني زي ما انت قلت تكوني سبعين او تمانين في المية عندك نقول ايه المؤهلات اللي تخليك اللي انت تلعبي الخمس ألعاب دول بتجمع النقاط فيها ازاي علشان تحصلي في النهاية على ميداليا او تغذي يعني لقمتك فهمينا اللعبة يعني اكتر اوكي في البداية خالص هيا بيبدأ بالكوالفكيشن اوه هيا الكوالفكيشن فالكوالفكيشن كل اي ناس مشتركة في البطورة وبترعة في الكوالفكيشن لحسب عددنا اثنين او ثلاثة جروبس بس في الغار بيبقوا اثنين بنلعب السلاح والبوينتس بتاعته يعني بنضيف كل البوينتس على بعض السلاح والسباحة وعلى كاب بناخد البوينتس دي بلاس بعض وفي الاخر الليزرون بنطلع حاجة اسمها هندكاب دي اللي هو فرق يعني على حسب البوينتس بنطلع على بعض مش بنطلع مع بعض طيب استاني السلاح والسباحة بتجمعوا النقاط دي على بعض ومنها بتتأهله اه اوكي ندخل على ستارت ليست بتاع لاتحط ستارت ليست بتاع الليزرون بتاع الكوالفكيشن ونطلع بقى مش بنجري كلنا مع بعض بنجري ورا بعض وبقى اللي يعرف يجب التاني يجب كل واحد يتحسب له من وقت البداية بتاع او بس فكرة ان اول تمنتاشر بيتأهلوا للسلاح فاول تمنتاشر ده للبوينتس بتاع السباحة والسلاح فالبوينتس بتاع السلاح بيتحطوا وبيتحط على ستارت ليست يعني اللي جاي بوينتس اعلى بيبقى اول واحد وكل ما البوينتس بتقل مثلا خمسة بوينتس يبقى خمسة ثمانية وهاكذا فاول تمنتاشر بيتأهلوا للسلاح بيتكال السلاح بيتكال السلاح بيبقى 2 جروب جروب A 18 و جروب B 18 بنعب الاول ستة وتلاتين دول كلهم سلاح مع بعض بنعبوا سلاح وهي بتبقى اللمسة بخمسة بوينتس طيب السلاح اللي بيلعبوا بعض كل واحد بياخد نقاط من خلال اللمسة زي ما بتقولي ولا اللي بيتأهل على التاني التاني بيخسر ولا اللي بيجمعوا نقاط يعني ستة وتلاتين يعني كل حد بيعب خمسة تلاتين مطن يعني كلنا من اللعب بعض فكل لمسة بخمسة بوينتس يعني مثلا في الاخرى بقى معي خمسة وعشرين انت بقى معيك اربعة وعشرين فانا كده فوقيك بخمسة بوينتس اخرى اذا أعطED اشتركوا انتبياء اشتركوا في القناة